إذا خفت وبلغ الخوف منك مبلغ ليس لك إلا بابا واحدا يبعث الطمأنين لقلبك ألا وهو ذكر الله فاذكر الله كثيرا مرت مريم بنت عمران بمواقف عصيبة ومع ذلك قيل لها قلي واشربي وقري عينة عش حياتك ولا ترهق نفسك بالتفكير فالله عنده حسن التدبير تذكر أن الله جل جلاله قال لعباده لا تقنطوا وقال يعقوب لأولاده لا تيأسوا وقال يوسف لأخيه لا تبتأس وقال شعيب لموسى لا تخف نشر الطمأنين في النفوس في ساعات القلق منهج إله نبوي انشر الطمأنين والثقة بالله فلابد من فرج قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى الجميع يربي يكون بصحة وسعادة وستر إن شاء الله اليوم معي مكعبات دجاج بالويت سوس أو بالسوس الأبيض ممكن نعملها بكريمة الطبخ أو ممكن نعملها ببديل كريمة الطبخ أنا هوريكم ببديل كريمة الطبخ ومن غير كمان ما نحط لها حليب يلا نشوف مع بعض اين المقادير ومكوناتها ونشوف الطريق إن شاء الله عندي صدور دجاج يعني نص كيلو صدور دجاج أكون مقطعها مكعبات مربعات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بتكون طعمها لذيذ جدا في الصدور كمان بتكون أحلى وكمان كله بيحبوها لو عندك عزمات لو عندك أطفال صغير الأكلة دي بيحبوها جدا بتكون لذيذة وما فيهاش عظم طبعا بتكون كلها صدور وكمان تعتبر إن هي صحية ضغط طحة بالشكل ده عندي بصلة كبيرة كمان بتكون مبشورة عندي معلقتين من الدقيق عندي كمان معلقة كبيرة من الزبدة الزبدة بتديلها طعم حلو جدا وعندي كمان معلقة كبيرة من الزيت يعني هحط الزبدة وهحط الزيت ليه علشان ما تتحرقش معي الزبدة وعندي ملح وفلفل أسود هم دولة بس التواب اللي لان بحطها فلفل أسود بس ممكن يكون مجروش أو فلفل أسود عادي أو فلفل أبيض طبعا بيكون أفضل يلا نشوف مع بعض إزاي الطريقة عندي توصب بحطها على النار حطت فيها معلقة الزبدة وكمان معلقة الزيت وأحرقهم كويس جدا علشان الزبدة متتحرقش معي وكمان عايزها تكون سخنة وأنزل فيها الملح والفلفل علشان الفلفل لما بينزل يسخن شوية بيديني طعم حلو جدا أحركها شوية شوية وبعدين أنزل بقى بمكعبات الدجاج اللي عندي نقول بسم الله وخليقوا بالكم طبعا من النار ومن الزيت علشان لسعت الزيت وحشة جدا وطبعا لازم الأيام دي علشان إحنا شايفين انتشار الأمراض والحاجات دي لازم نطهي الحاجة كويسة جدا يعني اللحوم الدجاج لازم نخليها مستوية تمام مش نص أو ميديم زي ما فيه ناس بتحب ان هي تكلها كده لا خلوها مستوية أحسن شيء لازم كمان نخسل إيدينا بعد وقبل ما نحط إيدينا في الأكل علشان زي ما احنا عارفين الأيام دي طبعا الفيروسات وفيروس كورونا فلازم غسل الإيد كل عشر دقايق أفضل شيء طبعا الخضروات برضو لازم تخسلوها كويس جدا بالمية والخل وتسيبوها كمان في المية ونخسلها مرة واثنين وتلاتة ونحطها في الخل شوية وبعدين نخسلها تاني يعني ناخد بالأسباب وزي ما بيقولوا الوقاية خيره من العلاق أحرك بقى مكعبات الدجاج أنا مش عايزاها تنزل ميتها أنا عملت لها زي الصدمة علشان طبعا الزبدة والزيت سخن فأكيد هي هتنزل ميتها بس طبعا مش هتنزل كتير طول ما انت عملت لها الصدمة بتعمل لها زي تغليف لها بجد طريقة سهلة وبسيطة جدا ممكن في الوقت ده بتنزلي الدقيق وبتحمري معاها كده بس أنا طبعا عايزة اديها نكهة حلوة وتكون طعمها مميز شوية فالطريقة اللي أنا هعملها طريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله هتطلع زي بتاعة المطاعم وأحلى إن شاء الله أفضل طبعا حركها كويس جدا علشان عايزة الدجاج مش عايزة ياخد لون معايا بس كله يتغلب بالزبدة ويبقى طعمه حلوة جدا مع الفلفل الأسود كمان وأقلبها شوية شوية لحد شايفين لما أوصل للون ده شايفين هي منزلتش مية كتير نزلت بس حاجة بسيطة شايفين منزلتش مية كتير الصدمة دي فعلا حلوة ما تحطوهاش على زبدة وزيد بارد لازم يكونوا سخنين هقلب كويس جدا وهنزل بقى في الوقت ده هنزل البصلة اللي أنا عملاها مبشورة ناعم ما نعملهاش مبشورة خشن علشان الأطفال ساعات بيلحظوا البصلة ومش بيرضوا يكلوها لكن كده هتدوب مع الدجاج ومحدش هيعرف إن فيها بصل أصلا وهاقلبهم بقى كويس جدا مع بعضيهم بالشكل ده هغطي عليها بقى وأسيبها تندمج البصل مع الزبدة مع الدجاج وتديني طعم حلو جدا طيب شايفين يعني سبتها بالظبط يمكن عشر دقايق نزلت ميتها وكلها تشربت مع بعضيها ما نزلتش شايفين يعني ما نزلتش مية كتير ولا شيء كلها استوت كده وإحنا عارفين الدجاج بيستوي بسرعة ممكن أنزل بقى الدقيق في المرحلة دي أنا مش هنزل الدقيق في المرحلة دي أنا هعمل شيء لوحدي زي يشبه البشاميل اللي هو بديل الكريمة بس مش هعمله بالحليب هعمله عادي بالمية بيطلع طعمها لذيذ جدا هحط معلقة صغيرة من الزيت أو معلقة كبيرة زي ما بتحبوا طبعا على حسب الدسمة اللي انتو بتحبوها أنا عايزها بشكل إن هي تكون صحية ما تكونش برضو دسمة كتير فهحط معلقة وهاخليه يسخن كويس جدا على النار وأنزل بقى بمعلقتين الدقيق وقلبهم كويس جدا أكنينا بنعمل بشاميل بس بدل ما زوده بالحليب هزوده بالمية اللي بيحب يحط حليب طبعا بتبقى أحلى وأحلى بس أنا عملته بالمية بطريقة بسيطة وسهلة إن شاء الله هتعجبكم أكنك بتعمليها بالكريمة بالضبط لإن الدجاج بينزل المية بتاعته وبيبقى طعمه لذيذ جدا في المطاعم طبعا بيعملوها بكريمة الطبخ بس إحنا طبعا عشان نكون اقتصاديين شوية نعملها بقى ببديل ممكن تحطي حليب زي ما قلتلكم ممكن تستغني أنا استغنيت عن الحليب وطعمها بيطلع حلو جدا جدا ساعات الواحد مش بيكون عنده حليب في البيت فخلاص اعمليها بالمية وبتطلع معاكي فعلا حلوة جدا شايفين وهزود بقى المية شوية بشوية لحد لما تبقى معايا زي الكريمة بالضبط زي أكنك بتعملي البشاميل بالضبط هزودها شوية شوية لحد لما توصل معايا للدرجة دي المية طبعا بتكون برده ما تحطيش مية سخنة بتزوديها على طول تقلبيها على النار عشان ايه ما تتكتلش معاكي وتعمل كتل كده لحد لما تكون زي الكريمة بالضبط كده شايفين قوامها يلا بقى نحطها على مكعبات الدجاج هحطها على مكعبات الدجاج وقلبهم بالشكل ده هقلب كويس جدا جدا لحد لما كله يتجانس مع بعضي وهنزل زي كوباية مية عليهم او نص كوباية ممكن تحط شوية بشوية على حسب ما الدجاج بتاعك يحتاج وعلى حسب ما انت بتحبي تسوية الدجاج بتكون ايه هنزل كوباية مية سخنة المرادي وهسيبهم بقى ايه على نار هادية مع بعضيهم ممكن على نار متوسطة في الاول وبعدين على نار هادية وطبعا اذا لقيتها محتاجة شوية مية تاني بحط لها كمان نص كوباية مية لحد لما تستوي معايا وبخركها بوريكم شكلها ان شاء الله كده بعد ما استوت مكعبات الدجاج بالسوس الابيض هنقدمها مع بعض وحطها في طبق التقديم بالشكل ده والفهانة وعافية عليكم شايفين السوس بتاعها بتعمل السوس لذيذ جدا والدجاج كمان بيكون طعمه مستوي طعمه حلو جدا ممكن ازينها بقى ببقدونس بكزبرة خضرة بتديلها طعم وريحة حلوة وكمان صحية معها احنا عارفين البقدونس حلو جدا مع المشويات مع الدجاج حلو جدا ومفيد بعمل لها رشة بقى كده منها تزين ومنها كمان حاجة مفيدة ممكن ناكلها معاها طبعا طبق صلطة مع الاكلة دي كمان رز بيبقى حلو جدا لان بنحط السوس على الرز بيبقى طعمه لذيذ جدا بجد الاكلة دي لذيذة جدا وسهلة وبسيطة وسريعة وممكن تعمليها وتشيليها كمان في الفريزر ولما تطلعيها من الفريزر ممكن تعملي لها اللي هي الكريمة بتاعتها اللي احنا عملناها بديل الكريمة الطبخ وخلاص بنغرفها بتبقى زي ما تكوني لسه مطلعها دلوقتي وعملها طازة جربوا الطريقة دي وقولولي ايه رأيكم اذا عجبكم الفيديو متنسوش لايك واللي مش مشترك في قناتي يشترك فعلوا الجرس كمان علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله بحبكم في الله اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته